اشتركوا في القناة وهو المورد السياحي زي ما حضراتكم عارفين او متابعين الحقيقة انه بعض الدول اللي كانت رفعت حظر السفر الى مصر رجعته تاني ليه مش عارفين ولكن الحقيقة كانت التصريحات بتقول انه قيل ان احتمال يكون فيه عملية ارهابية في سيناء ده اللي تقال لوزير السياحة فبالتالي السياح مشوا من شرم الشيخ ده على حد معلوماتنا الاقتصاد المصري هل فعلا ممكن الاقتصاد المصري ينتعش هل فعلا عندنا موارد هل فعلا عندنا افقار اقتصادية هل عندنا فكر تجاري يخلينا نستخدم الموارد المصرية المتاحة في الوقت الحالي علشان نقدر ان احنا نزود الداخل ان احنا نحسن من اقتصاد مصر هنتكلم في اكتر من نقطة في موضعنا او في الملف الاقتصادي مع الخبير الاقتصادي المعروف الاستيه الصلاح صباح الخير و اهلا بحضرتك وماذا عن الاقتصاد المصري وحارتك وصلين لمرحلة ايه دلوقتي في الاقتصاد المصري المرحلة اللي احنا وصل لها احنا حكومة الدكتور الببلاوي لو ما كانتش مشت خلال الاسبوع اللي احنا فيه ده وتشكلت حكومة جديدة كانت مصر مقبلة على نوع من انواع العسيان المدني اللي موجود حكومة الدكتور الببلاوي جات يوم الثلاث ستاشر سبع الفين و تلاتاشر مشت يوم الثلاثين اربعة و عشر فبرايل الفين و عشر يعني قاعدت ميتين اتنين و عشرين يوم اخر اتنين و عشرين يوم فيها كان عندك مجموعة من الاضرابات والوقافات الاحتجاجية والمطالب الفئوية لناس كتيرة عمال النقل موجودين الشارع العقاري بتوع المحلة بتوع طنطة بتوع الغزب يعني ناس كتيرة كانت موجودة فيها و ده كان بسبب الاعلان من الحكومة عن اننا هقوم بعمل حد أدنى للأجور في سبتمبر اعلنت الكلام ده 2013 انه اعتبارا من يناير الناس جات شار يناير ملاقيتش حاجة الحكومة حتى في اعتذارها قالت احنا ما كناش عاملين حسابنا و ما فيش اموال الكلام ده ليس صحيح بالمرة الصحيح ان الحكومة فيها اموال الصحيح ان الموازنة العامة للدولة تستطيع ان تقوم بعمل حد أدنى للأجور بس الفردة التانية من المقص الطرف الآخر من المعادلة ما هي ما فيش معادلة في الدنيا بالطرف واحد لو المقص ليه الطرف واحد مش اتنين بقى مطوى ما ينفعش المقص يعني اتنين اقص بيت لما اعمل حد أدنى بقى لازم يكون عند حد أقصى للدخل ما عملتوش حد أقصى للدخل يبقى انا مش هقدر اعمل وامول الحد الأدنى اللي موجود للأجور للأسف الشديد الدكتور البيبلاوي لما اصدر قراره في شهر اكتوبر 2013 عن وجود الحد الأقصى للدخل استثنى منه حاجات كتير استثنى منه جميع الهيئات الاقتصادية 51 هيئة استثنى منه شركات القطاع العام شركات قطاع الأعمال البنوك شركات البترول شركات تأمين طب يبقى اللي فاضل مين 8000 و 6 شخص داخل الحكومة اللي هم عضاء المجالس المحلية وخلافه اللي هو الحد الأقصى 42 ألف تلاقيه هو بالكتير 44-45 ألف الشهر ضد المنطقة لابد أنا لازم أجيب من اللي فوق أحط في ده في حاجة تانية كمان هو انساها في قلب القرار بتاعه اللي هي الحد الأدنى ده المين هل المؤهل العالي زول مهارات راجل بيعرف كمبيوتر ولغة وكذا ولا مؤهل العالي بس ولا مؤهل متوسط ولا بدون مؤهلات موجودة ما قالش ده المين تمام هي دي الإشكالية اللي كانت موجودة الحاجة التانية بقى ودي هي دي اللي فجرت معظم الأشياء إن الناس اللي بين الحد الأدنى والأقصى أنا النهاردة بقى لي عشرين سنة باخد 1270 في إيدي ساعتك اللي جاي جديد أو أقل واحد هياخد 1200 إزاي أنا بعد عشرين سنة بقى 1270 وده 1200 فإحنا كنا مقدمين لإقتراح إن كل سنة تبقى موجودة خبرة خمسة في المية يعني أبقى عشرين سنة في خمسة المية يبقى 100 المية ده أخد 1200 يبقى ده ياخد 2400 بالمناسبة بقى الفلوس يجيبها منين إيمة بند الأجور والمرتبات في الموازنة العامة للدولة باب الأول 172 الباب الثاني 8 الباب الثالث 11 مليار دولة يستطيعوا تخطية هذا الكلام والكيان ده بتكامل إنما لما فرق ده من مضمونه يحصل ده هي دي الإشكالية اللي وقع فيها ويد النار اللي تحت رجل المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزارة الجديدة عنده تلات مشاكل تحت رجل وده من أهم التحديات اللي بتواجه الحكومة الجديدة إنه لازم يعمل حد أدنى وحد أقصى بجد لازم يرجع جميع المصانع اللي وقفة للتشغيل بجد اللي هي 4603 مصنع قطاع عام وقطاع أعمال وقطاع خاص وده ممكن يحصل يا سيد سلاح؟ في شهر واحد ممكن يحصل طبعا نقولنا له الفكرة نروح يعمل توريق ديون يعني فيه حاجات تتعمل إن دي عاوزة قرارات جريئة عايزة رجل من اللي هو صفاته من الأقوياء الأقوياء لا يخشى إلا الله طيب هل حضرتك شايف إنه الأسماء المطروحة أو الأسماء الموجودة دلوقتي داخل الحكومة قادرة فعلا على إنها تكون بالقوة دي قادرة على تفعيل وتنفيذ الخطط الإقتصادية الجريئة جدا اللي ممكن تعدينها بالمرحلة دي؟ طيب وزارة الدكتور البيبلاوي كانت 36 وزير هذه الوزارة 32 وزير فيه 18 وزير من الأدام موجودين هنا نفس الجداد وضمنا مجموعة وزارات يعني 8 اللجوم جداد يبقى السؤال هل اللي كانوا أدام دولة تقدرين أنا هاعتمد وأأمل في إن المهندس إبراهيم محلب نقول الطاقة اللي عنده يديها المعظم الوزراء اللي موجودين فيقدوا نفس الأدام ويكون في خطة لإن أنا كموظف أو كموظفة أو كأي مكان أقدر أشتغل مع مديري خليه ما اشتغلش خالص أقدر أشتغل مع مديري خليه أشتغل وطلع أحسن ما عندي بالضبط فدوارد لبقى الإشكالية لازم يعرف إن الحكومة دي من تسعين يوم لمية وعشر يوم على الأقصر يعني من 12 أسبوع لستاشر أسبوع لازم يعمل كل أسبوع على الأقل قرار أو اتنين ينعش الوطن وينعش المواطن هو ده اللي يخلي الدنيا تبقى مرتاحة بالمناسبة يستطيع أن يقوم بهذا تاني علشان ما نقولش اقتصاد مصر يا سيدة الفاضلة يستطيع إن دوت يقوم به موارد مصر الزاتية تستطيع أن تقوم بذلك هي دي الإشكالية أخذ القرار إزاي ونفجه بس القرار والخطة والتنفيذ بس أنا عاوز إدارة رشيدة للموارد إرادة سياسية قوية تكون عند صاحب القرار بالمناسبة الدستور الجديد خلى المسئولية مشتركة بين رئيس الدولة ورئيس الوزارة يعني رئيس الوزارة نصف رئيس رئيس الدولة نصف رئيس هما الاثنين يستطيعوا أن يقوموا لو توجد الإرادة السياسية القوية مع إدارة رشيدة للموارد مصر دي هتشوفيها حاجة تانية يا رب يا رب طيب رأي حدرتك إيه في تصريح الأستاذ عبد النور في وزير التجارة قرارات اقتصادية عجلة لمساندة القطاع الخاص أولا سؤال إيه هي القرارات العجلة وهل حردك شايفيناك قابلة التنفيذ ولله وحدك على علم بإيه هي القرارات العجلة هو الناس كانوا بيشتكوا لوزير التجارة والصناعة بالمناسبة الأستاذ مونير فخر عبد النور كان وزير التجارة والصناعة في الوزارة السابقة تم إضافة وزارة الاستثمار لها الصناعة بالمناسبة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص والقطاع الاستثمار القطاع العام هو معظم شركاته المتوقفة ومتعسرة يعني كان مفروض الأول الأولوية الناس اللي هم عاملين الإضرابات والمطالب الفقوية هم بتوقع القطاع العام مش القطاع الخاص لأن القطاع الخاص لما بيلاقي مشاكل عنده بيقفل ويبشي القطاع العام هم اللي قاعدين لأن دي الحكومة بتقبطه فكان المفروض يبتدي ملفه بالقطاع العام ده واحد إنما ابتدى بالقطاع الخاص وماله بس إيه هي القرارات ما قلهاش ولو دي قرارات للمصانع موجودة ما اتخذت هذه القرارات في الحكومة السابقة ليه هل كان هناك بعض المعوقات أو إن هذه القرارات وليدت اليوم مع التجربة بتاعة إبراهيم رئيس الوزارة محلب هو ده الكلام هل دولت حاجات قديمة كانت قرارات قديمة ما قدرش ينفذها نظرا لوجود الوزارة القديمة وإنها كانت وزارة معروفة إنها وزارة لرجال الأعمال ووزارة يعني ما فيهاش انحياز ولا فيها أي نوع من أنواع الإنجاز فهو كان تتبعهم ولا دي حاجات جديدة يقدر يقولها إنما القرارات هو ما قلش عليها إحنا محتاجين مصر تنقية للتشريعات بالكابل جميع تشريعات لاستثمار مصر محتاجة لتنقية لأليه إحنا عندنا إشكالية استاذة رانيا موجودة واحد إحنا عندنا على الأقل 12 قضية في التحكيم الدولي بيطلب مصر بـ 100 مليار دولار لنمرة واحد ودولت هيبتدوا من شهر مارس وإبريل ومايو ويونيو خلال الأربع شهور القديمة يبقى أنا لازم أحل الإشكالية بتاعت التحكيم وحلها بالتوفيق بينه وبين الناس أو بالتفاوض بينه وبين الناس وليس لها حل أخر غير هو ده دواعي اتنين أنا عندي أربع تلاف وستمائة مصنع مغلقين كتاعة عام وكتاعة خاص العمال اللي فيهم لو قلنا متوسط كل مصنع بالمناسبة في مصنع زي المحلة من ضمن المقفولين دولار في مصنع فيه 12 ألف عامل هنقول المتوسط 100 عامل يبقى بتتكلم في نصف مليون عامل مطلوبين أنه بيخش لو كل واحد بيعول اتنين وده يعني الحد الأدنى إن راجل منضبط في الحياة وماشي مع المدفع ما فيش حاجة يعني راجل زي الفل كده بتتكلم في اتنين مليون مواطن مصري ليهم مشكلة موجودة لازم أحلها له بتتكلم في إن الانتاج اللي بيطلعه ده انتاج معظمه غزل ونسيج يعني فوت وبشاكير ومش عارف إيه وتشيرتها توقمت مش كده أنا بستعيد عنه بالاستراض يبقى أنت محتاجة العملة علشان تقليليه يعني القصة ماشي على بعضها كلها فأنا لازم أعمل ده دولة حاجات تحت يد الرجل الحاجة الأهم من دي أنت النهار ده ليه الوقفات الاحتجاجية زادت لما تعالن أن من أول يناير في زيادة في المرتبات الأسعار زادت أوتوماتيك لأن احنا ما عندناش ركابة على الأسواق احنا عندنا انفلات أمني وانفلات اقتصادي للأسف الشديد طيب أنا أرجع دولة إزاي أنه لازم أصدر قانون اسمه الحد الأقصى لهامش الربح والهامش ده هامش ربح مش الحد الأقصى للتسعير الجابرية أو خلافه بالمناسبة أكبر أربع دول رأس مالية وليبرالية في العالم أمريكا وفرنسا واليابان وألمانيا فيه أكبر من دولة دول رأس مالية في العالم مفيش فيه أكبر من دولة دول حامية للليبرالية في العالم مفيش دولة كلهم عندهم ما يسمى بالحد الأقصى لهامش الربح. مفيش حاجة اسمه هامش ربحي بقى في السلعة الغذائية 180-200% ضد المنطق وهو في دول العالم كلها 25% ما نفعش. دي قرارات عاجلة يتم أخذها. لأن دي النار اللي تحت رجل رئيس الوزارة المعارضة. هي دي اللي هتبقيه أو هي دي اللي هتحرق وتمشي الوزارة طيب خلينا نتكلم عن حاجة مهمة جدا الحقيقة أستاذ صلاح وهي فكرة الموارد الاقتصادية اللي ممكن تكون بتدخل دخل كبير لمصر. نقول ان احنا مش هقول أهمها ولكن من ضمن الموارد السياح دلوقتي خلاص احنا لازم نعترف ان احنا عندنا مشكلة في السياح كثير من الدول اللي كانت رفعت الحذر رجعت الحذر تاني وحذر السفر. واعتقد ان كان فيه مشكلة عند وزير السياح سيده شامز عزوع. امبارح وهي انه فيه سياح كتير من شرم الشيخ مشو. اول امبارح بعد ما وصل لهم خبر. انا ما عنديش فكرة. اوي الخبر ده وصل لهم ازالك انه هو قيلة من انه هو من المخابرات وصل لهم اخبار او اخبار انه فيه ضربة هتحصل في سينة او فيه هجمة ارهابية هتحصل في سينة او في جنوب سينة. فالسيح قاموا ومشوا وروحوا. والدول اللي كانت رفعت الحذر رجعت الحذر تاني. طيب. اقول لحضرتك نتكلم بقى عن السياح عشان بعد كده نشوف ايه البدائل اللي ممكن نعوض بيها هذا الموارد. السياحة باختصار شديد. احنا لسه لحد الدقيقة دي بنعتمد في 40% من الطاقة السياحة اللي موجودة على السياحة الثقافية. اللي هي سياحة القصار وخلافه. حوالي 45% على السياحة الشاطئية اللي موجودة. فيه انواع اخرى من السياحة احنا بعيد عنها. زي سياحة المؤتمرات والمهرجانات. هذا البزنس على مستوى العالم حجمه 350 مليار دولار. اهم دولة في العالم بتاخد منه نسبة 25% الولايات المتحدة الامريكية. 50 ولاية بتعقد مؤتمرات عندها وخلافها. ثاني دولة على مستوى العالم كله او في اوروبا باريس. الدولة الاولى في منطقة الشرق الاوسط دبي. هدل حضرتك حاجة. دبي بتحقق من سيحة المعارض والمهرجانات والمؤتمرات. التلاتة دولة بس 6.6 مليار دولار سنوية. قناة السويس اللي عندنا 172 كيلو متر. اهم شريان مائي في العالم. بيعد عليه 60% من دول العالم مراكبها بتعدي من ده. 22% من حويات العالم بتعدي من عندنا. 5.5 مليار. هو سيحة المؤتمرات دبي بالمناسبة. قد المبنى اللي احنا فيه ده. بتحقق 6.6 مليار. طب مصر بتحقق قد من السياحة دي مية خمسة وتمانين مليون دولار. يعني واحد من عشر تلاف في المية. يعني واحد وست صفار جنبيه. وبعدين هو ده. ضد المنطب. انا لازم اغزي الكلام ده. بالمناسبة لو انا استغلت السياحة دي. وعندي مصارين في السياحة الدينية. غير مستغلية. مصار خروج اليهود. ومصار العائلة المقدس. ستنا مريم والسايد المسيح. عدد سكان العالم سبعة ونصف مليار. نقول سبعة. المسيحيين منه بين 40 لخمسين في المية. تلاتة ونصف نقول تلاتة. احنا عوزين واحد في المية. كل مية بني آدم من المسيحيين اللي برا تسعة وتسعين نقول له عم مركن ما احناش عوزين الخلق دي. هتلينا واحد من الطيبين دول. يجي كده الفترة من 24 ديسمبر. علشان يحضر الاعياد معنا لتمانية تسعة هناك. الفترة 18 يوم دولت. هنجيب اكثر واحد تعبان هناك. السايح اللي هو تعبان. ما فيش حاجة معاه. الف دولار هيصرفه. يبقى دي 30 مليار دولار دخلوا لمصر الصبحين. بالمناسبة السياحة الدينية بتلاقي رواجه. احنا عندنا ناس هنا في مصر يجي من لقصر وقصان عشان يحضر مولة سيدنا العسين. ولا ما فيش. مش كده. ومولة السيدة البدر. ومولة السيدة زينة. والسيدة نفي. ولا غلط. السياحة الدينية عند الناس شرق وغرب وفوق وتحت. هوس ديني موجود عنده. هو بيحس ان ده نوع من انواع الغسيل. بالمناسبة اكبر دخل للسعودية. الحج مش البترول. الناس فهمه غلط ان البترول هو لا. الحج مش البترول. تعندك سياحة زي دي ما استغلتهاش. هو ده الفكر الجديد اللي نعمله. السؤال بقى ده. انا اجمع كوزير سياحة جميع الشركات. لما يصلح النهاردة اقول انا فيه قرارات بتطلع لان عدم وجود تنصيق بين الناس. السياحة اللي جايين دولة. جايين راكبين جمل ولا راكبين طيارات. طيارات. ولا فيه وسيء الى اخرى. طيارات. طيارات تمام. اما يطلع قرار من وزير الطيران يغم بيه على وزير السياحة. يقول له ايه. السايحة اللي يجي مبر. طب انا النهاردة جاي على طيران الدولة الامارات مثلا. دولة الكويت السعودية. الصومال. السودان. انا مالي. المهم السايحة يجيلي. مش كده. هو عامل قوتة لكل سايحة. ان لكل دولة من الدول. الطيران ده ما يجيب ليش اكتر مثلا من ربعمائة واحد. طب الطيران بتشيل تمنمية. وهو يقدر يجيب السياح ويجو. مش كده. لا ما يقدرش يجيب اكتر من ربعمائة. احنا عندنا الفكرة ان اللي مطلعه موظف حكومي. قاعد في قلب المخازن جوه. ما سافرش. هو في دماغه. لما انا اقول للطيران مثلا القطري او السعودي او الاماراتي. او الكويتي او الليبي. ما تجيبش اكتر من دولة تقوم الناس بتجري حبا في مصر. تيجي على مصر التهرات ضد المنطق. طب يبقى انا خسرت السايح. الحاجة التانية. السايح الراجل الشركة اللي جاي من برا اللي جاي من الامارات دي. ولا جاي من الكويت. ولا جاي من السعودية. يقول له تجيبه تنزله الغرداء. طب لو الراجل رحلته من الغرداء ونزل بعد كده القاهرة ورايح لقصر. يقول له لا يركب على مصر التهرات. فبطلت الناس بتيجي. بقى انا لازم يكون فيه نوع من انواع التنصير. علشان ندعم تمان القطاع ده. علشان ندعم قطاع السياحة يعني. بزرط. انا يهمني مش تسكرت الراجل. انا يهمني الزبون نفسه ينزل. الزبون نفسه ما ينزل حضرتك السايح هو المصنع الوحيد الذي يعمل بعد دقيقة من وجوده. طبعا من الوقت يحجز الطيارة من بلده. بيجي هنا. اول منزل من المطار خات تاكس. المصنع بيشتغل بيطلع فلوس اهو. وبيطلعه ماشي. قاعد في الفندق شرب كوبات مياه. شرب فنجان قهوة. ابتدى المصنع يطلع فلوس. هو ده الصح. هو ده الفكر الصح. سيبنا من الحكومة والبيروقراطية اللي موجودة اللي ضيعت الدنيا. لما نيجي النهاردة سيحة مؤتمرات في العالم. احنا في دماغنا ان المؤتمرات اللي موجودة او المهرجانات او المعارض. هو معرض الكتاب. هو معرض القاهرة الدولي السينمائي. غير كده ما عندناش. دول العالم كلها فرنسا فيها ربعمية اتنين وستين مهرجان. ومؤتمر دولي في السنة. السنة تلتمية خمسة وستين يوم. يعني بمعدل واحد ونص مهرجان كل يوم. كل يوم عندها ناس في كل بلد. من ضمن الحاجة كانوا عاملين مؤتمر من كم يوم كده. السجائر اي. مش هنقول نوع سجائر كده. المدخنين مين. اللي يدخن مثلا والسجارة تبقى وقفة زي ما هي. اي كلام فارق. بس ناس راحة ومؤتمر مش كده. اضخم واحدة ستة في العالم مهرجان للتخان للستات. اي كلام وناس بتيجوا وبتوقع اللبس الكبير بيجوا دعاية. والجزم الكبيرة بيجوا والمش عارف ايه. مش كده. احنا نعمل ده هو ده اللي ما احنا معندناش. في دماغنا ان يجس احنا جاينا هنربيه. قعد وما تشربش وما تاكلش وما تقلعش وما تعملش. هو جاي يخش الجيش. ده جاي يصير بف ده غير طبعا المضايقات اللي بيتعرض لها. انت دعيان حضرتك في البيت عندك ويا صلاحات الغداء ليك ولينا. انا اجي بقى اخش الا اخناق عندك. ولا اقعد. انا حر. هي ده الكلام. بس صلاحة الحقيقة احنا بنتمنى كل التوفيق اكيد للقطاع الاقتصادي والسياحة كمان بشكل عامل. ان الحقيقة احنا بنتضرب في السياحة ونتضرب في المجال ده بشكل كبير جدا. السياحة والكنز القادم لمصر. الكنز القادم لمصر هو مسيح. يا رب يا رب ان شاء الله الحقيقة وسيد هشام زع ان شاء الله يعني ربنا يقدروا على حل هذه السعاب. بشكرك يا سيد صلاحي جدا على وجودك معنا. مشاهدينا الكرام بعد الفصل نستكمل في قراتنا.